ما تجوعاً لم تعد هذه المفردة التي تأتي ضمن الأخبار المتدفقة من بلد متشض بالحرب والقتال مثيرة للحزن والشفقة بل إنها تمر هادئة ومهملة ولا تستحق عندها الوقوف للأطراف المعنية في البلد الأفقر بالجزيرة العربية هنا لمفعالات ولا عواطف فالناس يشيعون جثث موتاهم بصمت بعد أن أضحى الفقد والوجع أمراً مألوفاً لهم فالبحث عن حقنة طبية في مدينة كبيرة قد يمثل حملاً كبيراً يوضع فجأة على كاهل أسرة تقف وحيدة وعديمة الحيلة لإسعاف مريضها في مدينة الخوخة كان الأهالي يعودون بجثمان الطفل أحمد بعكر الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أسبوعين من صراعه مع الجوع كانت تلك واحدة من قصص المأساة في المدينة الواقعة على الساحل الغربي الذي يعد أكثر مناطق البلاد جوعاً سبق ذلك محاولة أسرة الطفل إسعافه إلى العيادات الطبية التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة ومركز معالجة سوء التغذية التابع لمنظمة اليونسيف غير أن المركزين رفضا استقباله بحجة عدم توفر سرير انضم الطفل ذو الثلاثة عوام إلى أكثر من سبعين ألف يمني توف منذ اندلاع الحرب بسبب القتال والمجاعة التي تتسع دائرتها كل يوم وفق تقديرات لمارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تحذر الأمم المتحدة أيضا بأن الخدمات الأساسية في اليمن باتت على شفير الانهيار التام بسبب انقطاع الرواتب لأكثر من مليون موظف للعام الثالث تصر أطراف النزاع في اليمن على غض الطرف عن الأزمة الإنسانية الأشد قسوة في العالم حيث أجبرت المعارك الآلاف من المدنيين على ترك منازلهم خلفهم والتشرد في العراء للنجاة بأرواحهم لتصبح الحياة في لحظة عبءا تقيلا